موسكو تنفيذاً لتكلفات الرئيس السيسي رئيس الوزراء يعلن عقد المؤتمر الاقتصادي في الفترة من الثالث والعشرين حتى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل رداً على استقالته مجلس النواب العراقي يجدد ثقة برئيسه محمد الحلبوسي بأغلابية كبيرة موسكو تؤكد أن عمليتها في أوكرانيا متواصلة حتى السيطرة على دوناتك وكييف ترفض انذارات روسيا بعد إعلان نتيجة الاستفتاءات الثالثة بتوقيت القاهرة الواحد ظهراً بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلاً بكم شهادة صمود أمام التحديات والأزمات يحصدها الاقتصاد المصري يوماً بعد يوم بفضل برنامج إصلاح جذري مدعوم ببرامج اجتماعية تنتصر للمواطن الأكثر احتياجاً قصة نجاح تحرص الدولة على استمرار فصولها عبر وضع خطط استباقية لتداعيات الأزمات الدولية المختلفة في إطار من المكاشفة والمصارحة المعهودة مع الشعب ومن هنا جاءت تكلفات رئيس أسيسي بعقد مؤتمر اقتصادي للاستماعي لأرائي ومقترحات الخبراء والمتخصصين اشتركوا في القناة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل وذلك تنفيذاً لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على أراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثل مجتمع الأعمال جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث عرض رئيس الوزراء الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادية والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر مع إطلاق موقع إلكتروني خاص به لتلقي المقترحات والأراء من ناحية أخرى أكد مدبولي الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ كوب 27 مشيراً إلى أن التنصيق يتم على قدم وصاق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومتمهيز هذا وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجها وللمزيد من المتابعة والتحليل لا ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ وائل عنبا خبير أسواق المال أستاذ وائل بعد التحية كيف ترى توجه الدولة لعقد مؤتمر اقتصادي يعني يستمع وينصط لأراء الخبراء ومقترحاتهم وإنعكاز ذلك على الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة مؤخراً زي ما نحن شايفين العالم كله بيمر بأزمة كبيرة جداً وبيحاول جميع المسؤولين في كل دولة أن هم يعالجوا هذه الأزمة عندنا في مصر مبارح سيادة الرئيس الطابل القام مبارح قال تلات نقطة مهمة جداً 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 لكي نخرج من العزمة الاقتصادية التي نحن فيها أول نقطة أن مصر تستهد الصدرات بـ 100 مليار دولار وده كان فعلاً يجب الملف ده نشتغل عليه كلنا أن الصدرات تزيد بشكل تزيد عن الواردات فيبع عندنا صاف الحساب الجاري يكون موجب ويبع عندنا موارد من الدولار مستمرة النقطة الثانية أوضح تعد رئيس أن القطاع الخاص حجمه في مصر 75% وده حجم كبير جداً لازم نستمع إلى مشاكله ولازم نستمع إلى آراءه لأنه بيوصف جزء كبير من العمالة وفي النقطة دي فيه ثلاث نقطة فرعية يمكن تتم بحثها في المؤتمر الاقتصادي أول نقطة إنهاء معاوقات الاعتمادات المستندية وكان سعد رئيس مبارح أشعار لذلك محافظة البنك المركزي ووزير المالية لازم خلال شهرين تنتهي هذه الأزمة والمعاوقات التي تفرض على الاعتمادات المستندية حاجة تانية الدعم الصناعة وتشجيعها بكل ما أتينا من قوة لأن هنا الاقتصاد الحقيقي هي الصناعة والزراعة فإحنا سعد رئيس مبارح أشعر أن نشجع الصناعة وبندعمها النقطة الثالثة تعليل مدة حصول الشركات على التراخي صحيح هذه من النقاط المهمة جداً لذلك في المؤتمر الاقتصادي القادم أنا بتوقع أن رجال أعمال كلهم يقدموا أوراق عمل كل رجل أعمال إيه المشاكل اللي بتعترضوا إيه الحلول إيه المقترحات وده كان يجب أن نعمل مؤتمر زي هذا من فترة طويلة الخبير الاقتصادي الأستاذ وائل عينبة شكراً جزينا لك وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اطلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على جهود التعامل مع نوبات تلوث الهواء وما يتم من تنصيق وتعاون مع مختلف الوزراء والجهات المعنية في هذا الصدد وطلع رئيس الوزراء على الإجراءات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومواجهة أزمة التلوث فضلاً عن نسب التلوث بالجسيمات الصلبة وخاصة الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية والبلدية وكذل انبعثات صناعية إلى جنب الناتجة عن عوادم المركبات التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى فرنسا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وأوضح عبد الرازق أن دبلوماسية البرلمانية تمثل رافداً هاماً من روافد العلاقات الثنائية مشيراً إلى الدور الهام المنوط بالمجالس النيابية في توطيد أواصر العلاقات وتطويرها بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين من جانبه ثمن لارشي الدور الهام لمجلس الشيوخ مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادتين السياسيتين للبلدين معتبراً أنها تمثل حجر الزاوية في دفع العلاقات بين البلدين إلى أفاق أرحب نابى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي لإحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد النصر نابى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد النصر وفي تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الظهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد النصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى أن ثورة يوليو المجيدة التي حمل لواءها الرئيس جمال عبد النصر ستظل نبراساً نضيءاً نسير على دربه وأن التاريخ المصري يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات وأكد أن ذكرى الزعيم الراحل عبد النصر ستظل نموذجاً يحتذا به للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد النصر تمر اليوم الذكرى الثانية والخمسون على رحيل جمال عبد النصر قائد ثورة الثالث والعشرين من يوليو حيث كان عهده فصلاً استثنائياً في تاريخ العرب رسم ملامح الثورة على الاستعمار نعمل في السياسة ويجب أن لا تغيب عنها الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبق هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بعيد القوة جمال عبد النصر الذي رحل بقسده عن علامنا في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 سيظل خالداً لمواقفه الاستثنائية في التاريخ زعيم أعاد الوطن لأبنائه وأصبحت إنجازاته الداخلية ومواقفه العروبية ومساندته لحركات التحرر علامات بارزة في سجل قائد لن يمحى من زاكرة التاريخ ولد عبد الناصر في الخامس عشر من يناير من عام 1918 في الإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط وحصل على شهادة البكالوريا في عام 1937 كان الزعيم الراحل عاشقاً للحياة السياسية وتخرج في الكلية الحربية في عام 1938 ليعين ضابطاً بسلاح المشافي أسيوط ثم مدرساً بالكلية الحربية قبل أن يلتحق بكلية أركان حرب ويعين بها مدرساً شارك عبد الناصر في حرب فلسطين كما أسس حركة الضباط الأحرار التي على إسرها تقدمت الصفوف للتغيير فكانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 وفي عام 1954 أصبح عبد الناصر رئيساً للوزراء ووقع مع بريطانيا اتفاقية لجلاء الاحتلال عن مصر ولعب دوراً هاماً في مؤتمر باندوك في عام 1955 حيث انطلقت دعوة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وفي الثالث والعشرين من يوليو من عام 1956 أجر استفتاء على الدستور الجديد وعلى انتخابه رئيساً للجمهورية ليؤمم قناة السويس في الثالث والعشرين من يوليو من عام 1956 أهلاً بكم من جديد إلى نشرة الثالثة عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحث وزير الدفاع خلال زيارته لدولة الإمارات علاقات التعاون العسكري المشترك عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بدأت الزيارة بمرسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين الشقيقين والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد محمد أحمد البوردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية مشيرا إلى أهمية تنصيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين من جانبه أشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمجمع توازن الصناعي التقى خلالها بالمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية كما استمع إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة لقطاعات الصناعات الدفاعية الإماراتية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح وأشاد القائد العام للقوات المسلحة في ختام الزيارة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مواربا عن تطلعه إلى استمرار تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يعظم القدرات القتالية لكل الجانبين بهدف دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة حضر اللقاءات والزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإماراتية شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسما عسكر بيانا عمليا للتأمين بالوقود لأحد التشكيلات الذي تنفذه إدارة الوقود وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدرات القوات المسلحة وتناولت إجراءات البيان العملي القدرات والأسليب المتطورة في الحفاظ على كفاءة إمداد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بالوقود وكيفية التغلب على كفة المعوقات الطارئة وذلك وفقا للأسس العلمية كما تفقد الفريق أسما عسكر معرضا للمعدات ومنتجات إدارة هيئات الإمداد وتموين الذي عكس مدى حجم التطوير وتحديث الذي تشهده الهيئة بمختلف إدارتها التخصصية وفي سياق متصل قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على إحدى وحدات قوات مكافحة الإرهاب للإتمأنان على جهزية المقاتلين المنضمين حديثا إليها كما شاهد عددا من البيانات العملية التي أبرزت المهارات المكتسبة خلال فترة التأهيل مشيدا بالمستوى الاحترافية الذي وصل إليه المقاتلون وطالبهم بالحفاظ على الجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كفة المهام التي توكل إليهم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجيني والجرائم التي تضر بالبيئة وفي هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تنفذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط كافة القضايا التي تضر بالبيئة والصحة العامة فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة للتفتيش على المنشآت الصحية بنطاق محافظة الجيزة تمكنت خلالها من ضبط مخالفات اشتراطات بيئية وصحية بتسع مستشفات وفي مجال حماية البيئة والثروة الزراعية أصفرت حملات الإدارة بنطاق الجيزة عن ضبط ستة مصانع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية والمنظفات الصناعية والبلاستيك والمعطرات بداخلهم سبعة أطنان ونصف أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وأكثر من أربع وأربعين طن منظفات صناعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وستة أطنان بلاستيك مجهولة المصدر وخمسة وثلاثون طن ونصف معطرات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات وأصفرت حملات الإدارة المستمرة بنطاق محافظة القليوبية عن ضبط أربعة مصانع بدون ترخيص لتجميع وإعادة تدوير وتداول النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات بإجمال مضبوطات بلغت خمسة وأربعين طن نفايات طبية خطرة وسبعة عشر طن مخلفات بلاستيكية طبية تستخدم في تصنيع أدوات ومنتجات بلاستيكية كما تمكنت الإدارة وخلال حملات شنتها بالقليوبية من ضبط مصنع بدون ترخيص للمخاصبات الزراعية بإجمال مضبوطات تصل إلى 239 طن مخاصبات زراعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وبنطاق مدريات أمن الغربية تمكنت الإدارة من ضبط محلين ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخلهم كمية تازن 149 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وضبط أربعة مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الغراء وتدوير المخلفات المعدنية وتعبئة المنظفات الصناعية وتدوير مخلفات مصانع الأقمشة بإجمال مضبوطات بلغت 75 طن ونصف منظفات صناعية مجهولة المصدر و49 طن غراء ومستلزمات إنتاجها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر و62 طن ونصف مخلفات معدنية ومخلفات مصانع أقمشة ومنتج نهائي مجهولة المصدر واستمرارا لحملات الإدارة بالغربية تمكنت من ضبط مخزن ومصنع وسلاح شركات وورشة للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت أكثر من 9 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وسلاسة أطنان صدف بحر بدون بيانات وكمية تازين 265 طن حجر جير مجهول المصدر و57 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و25 طن حبوب زراء تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون ترخيص تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قربة 201 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلعي المدعومة تمضبط قربة 75 طن كما تمضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلعي الغذائية وغير الغذائية تمضبط قربة 126 طن وفي مجالي قضايا المخابز تمضبط 718 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمواصفات إلى العراق حيث صوت مجلس النواب على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي بعد يومين من تقدمه بالاستقالة من منصبه ورفض المجلس قرار الاستقالة بأغلبية تصل إلى 232 من أصل 235 نائبا حضر جلسة التصويت انعقد المجلس برئاسة النائب الثاني للرئيس للتصويت على استقالة الحلبوسي وانتخاب النائب الأول كان الحلبوسي قد أعلن استقالته الاثنين الماضي ودع القوى السياسية لمواجهة الأزمة الراهنة وأكد أنه لم يتشاور مع أي طرف في قرار استقالته أعلن الجيش اليمني في بيان أن قواته رصدت ارتكاب قوات الحوثي 4440 خرقا للهدنة الأممية في مختلف مناطق وجبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 178 يوما وأشار إلى أنه قتل على إثرها 34 جنديا فيما أصيب 150 أخرون وتنوعت باقي الخرقات بحسب البيان ما بين قصف واستهداف مواقع الجيش بمختلف الأسلحة وتحليق الطائرات المسيرة واستهداف التحصينات والخنادق شدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على أهمية الوصول إلى توافق وطني بأسرع وقت ممكن لتجنيب البلاد المخاصر المترتبة على ذلك وخلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أكد البرهان أن استقرار الفترة الانتقالية يتطلب توصل المكونات السياسية في البلاد لحل للأزمة الحالية مجددا تأكيده بأن قرار المؤسسة العسكرية هو الانسحاب من العملية السياسية وانحصار عملها في قضايا الأمن القومي والدفاع من جانبها أكدت المبعوثة الأوروبية حرصها على التواصل مع جميع القوى السياسية لدفعها نحو التوافق دون انحياز لأي طرف انطلقت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت رعاية إمارة الشارقة بحضور نقبة من رجال السياسة والاقتصادي والثقافة على مستوى العالم ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شارقة منذر أبو دوح مراسل التليفزيون المصري منذر بداية وبعد التحية ضعنا في تفاصيل فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وأيضا أبرز ما شهده من مناقشات تحية إلينا بداية زميلات العديداء ولكن معزل المشاهدين بالفعل هذا الاقتداء يشهد منقشات تارية عقد لأفضار مختلفة من على مستوى العالم خاصة مع الحضور نقبة من رجال السياسة ورجال الإعلام والثقافة على مستوى العالم شاهدنا على مدار الساعات الماضية ورشاة عمل تدور حول عدد من الموضوعات المهمة منها الإعلام ودوره كدور لاعب رئيس في عملية التواصل بين مختلف العالم ومعرفة مختلف الثقافات هناك تأكيد على دور الإعلام كلاعب رئيس وكذلك كيفية التعامل مبناء الثقافات والتواصل العادل بين دول العالم لنشر الثقافات المختلفة بدون تعادي الثقافة على أخرى كانت هناك ورشة عمل التهت منذ نصف ساعة تقريبا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والذي تم سؤاله خلال ورشة العمل حول دور مصر في المرحلة القادمة وخاصة مع نعقاد مؤتمر كوب 27 والذي سنعقد في شرم الشيخ ودور مصر في دعم الدول النامية في المرحلة القادمة ضد التغيرات المناخية أكد أشرف صبحي بأن مصر تلعب دورا رئيسيا من خلال هذا المؤتمر في الحفاظ على حقوق الدول النامية ضد التغيرات المناخية خاصة وأن هناك دول كثيرة قد أضطرت في التغيرات المناخية في المرحلة الأخيرة منها السودان بالفيضانات وكذلك عدد من الدول سواء باكستان أو الدول مختلفة على مستوى العالم وأكد أن مصر بدأت مع كوب 26 بعد نهايتي بدأت مرحلة الاستعداد لكوب 27 من خلال عدد من المشاريع القدراء سواء على أرض مصر أو من الاستعداد لنشر الوعي البيئي وكذلك لمواجهة هذه التغيرات والداعمة لحقوق الدول النامية ضد هذه التغيرات المناخية كذلك هناك منقشات طارت حول أهمية الإعلام كلاعب رئيس في نشر الثقافات المختلفة بطريقة عادلة تستمر ورش العمل على مدار ساعتين تقريبا مع انتهاء اليوم على أن تبدأ في الغد منقشات أخرى ومنقشات فرية حول مختلف الأفكار على مستوى العالم شكرا لك جزيل شكرا لك منذر أبو دوح مراسل تليفزيون المصري من الشارقة يتوجه الناخبون الكويتيون غدا إلى صناديق الاختراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد وذلك بعد شهرين من حل البرلمان ويختار الناخبون خمسين نائبا من بين سبعمائة وستة وتسعين مرشحا موزعين على خمس دوائر انتخابية وتستمر مدة عمل المجلس أربع سنوات يرقب خلالها عمل الحكومة ويشرع قوانين جديدة من جديد انتخابات تشريعية تشهدها الكويت بعد شهرين من حل البرلمان تبدأ بها البلاد صفحة جديدة تحقق من خلالها تطلعات شعبها في اختيار أعضاء مجلس الأمة انتخابات تجرى بعد صدور قرارات اعتبرها المراقبون إصلاحية منها إتاحة التصويت بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ الكويت وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية الانتخابات السامنة عشر في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات سيشارك فيها هذه المرة شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعة الاقتراع منذ عقد بسبب اتهامات للسلطة التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان ومع تكرار الصدام بين الحكومة والنواب أعلنت القيادة الكويتية دعمها لعملية تصحيح مصاري المشهد السياسي واتخذت خطوات فعلية في سبيل ذلك وهو ما ألقى بحسب المراقبين تفاؤلا في مياه راكدة كانت قد تسببت في حل المجلس مرات عديدة مجلس النواب الجديد الذي سيتشكل من خمسين نائبا يتعين عليه خلال أربع سنوات قادمة رقابة عمل الحكومة وإنجاز العديد من القوانين المعلقة والخاصة بخطة التنمية وإعداد الموازنة الكويتية العامة كما سيتعين عن المجلس بحسب المراقبين استغلال النهج الإصلاحي للحكومة لتقليل حدة الصدام المتواصلة بين الجانبين صدام كان أحد أسبابه دائما هو اختيار رئاسة مجلس الأمة فبعد تعهد أميري بعدم التدخل في اختيار رئيس المجلس وإعلان مرزوق الغانم رئيس البرلمان السابق اعتذاره عن عدم الترشح تبقى الساحة مهيئة لعمل مجلس دون صدام ليبقى اختيار الشعب هو الفيصل في عمل المجلس التشريعي الأهم في الكويت اشتركوا في القناة اوضح الكريملين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تسيطر روسيا بشكل كامل على منطقة دونسك بشرق أوكرانيا وقال ديمتري بيسكوفا المتحدث باسم الكريملين أن العملية في أوكرانيا ستستمر على الأقل حتى تحرير دونسك في الوقت الذي نفى فيه الكريملين المزاعم التي اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نوردستريم مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي تورد الغازة إلى أوروبا وقال بيسكوفا أنه من الضرورية التحقيق في الحادث مضيفا أن الإطار الزمنية لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح بعد من جانبها قللت أوكرانيا من التصويت الذي أجرته موسكو في أربع مناطق أوكرانية بشأن الانضمام لروسيا وتعهدت بمواصلة جهودها لتحرير أراضيها ورفضت كافة الإنذارات من الجانب الروسي وطلبت كيف شركائها الدوليين بفرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية إليها تأييد كبير للضم أظهرته النتائج الأولية لاستفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو جزئية بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا بحسب ما أعلنته اللجنة الانتخابية الروسية وأفدت وكالة أنباء روسية أن اللجنة الانتخابية الروسية أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا هذه النتائج دفعت البرلمان الروسي إلى بحث دمج المناطق الأوكرانية الأربع التي شهدت السفتاءات إلى روسيا في الرابع من أكتوبر المقبل النتائج الأولية للسفتاء لاقت استهجاناً من جانب أوكرانيا والغرب حيث دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لمعاقبتها على تنظيم السفتاءات لضم أربع مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا مضيفاً أن ما تقوم به موسكو لن يغير التحركات في ساحة المعركة من جانبه أكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتارستانو أن السفتاءات الضم التي تنظمها روسيا في أوكرانيا غير قانونية وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستفرض عليهم عقوبات هذا وتعهد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بأن بلاده والعديد من الدول الأخرى لن يعترفوا مطلقاً بضم روسيا للأراضي الأوكرانية أما الأمين العام لحلف شماد الأطلنطي يينسي ستولتنبرج فأعلن أن السفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق محتلة في أوكرانيا بهدف ضمها زائفة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي جددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن التأكيد على تمسك المنظمة الدولية بوحدة أراضي أوكرانيا وقالت ديكارلو أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة تماماً بشأن سيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالية وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً وخلال مداخلة مسجلة مسبقاً للرئيس الأوكراني فلودمير زيلانتسكي قال إنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نظمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا وقال إن اعتراف روسيا بالاستفتاءات الزائفة وتطبيقها هو نفس السيناريو الذي طبقته في شبه جزيرة القرم أكد رئيس الوزراء الكندية جاستين ترودو عزم بلاده فرض عقوبات ضد روسيا بسبب الاستفتاءات في أوكرانيا وقال ترودو إن الحكومة الكندية تعتزم فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المتورطة في إجراء استفتاءات وهمية في أربع مناطق من أوكرانيا وأكد ترودو مواصلة كندا وشرك أهد دوليين دعم أوكرانيا ضد هجمات روسيا التي تستهدف سلامتها الإقليمية والنظام الدولي القائم على القواعد وفاد رئيس الوزراء الكندي بأنه ردا على هذا هناك مزيد من التصعيد بفرض عقوبات جديدة على الأشخاص والكيانات المتواطئة فيما سماه المحاولة الأخيرة لتقويد مبادئ سيادة الدولة قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها مليار ومائة مليون دولار لأوكرانيا وسيعلن عنها قريبا وتعد الحزمة هي الأحدث في دفعات الأسلحة التي تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لن تبدأ في تسليم منظومة الدفاع الجوي المتطورة لأوكرانيا إلا قبل شهرين آخرين إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الأونة الأخيرة في منطقة كالينجراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق وأضافت الوزارة أن جميع الجنود الذين تم تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر بأولي تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي وتحتفظ روسيا بوجود عسكري كبير في كالينجراد وهي منطقة ساحلية على ساحل البلطيق تقع بين حدود حلف شمال الأطلسي وعضوي الاتحادي الأوروبي بولندا وليتوانيا بما في ذلك صواريخ ذات القدرات النووية حذر مسؤول العلاقة الخارجية بالاتحادي الأوروبي جوزا بوريل من أي هجوم على منشآته بعد حالات التسرب في نورد ستريم وأكد بوريل أن أي عبث متعمد منشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتا وسيقابل برد قوي وموحد كانت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اعتبرت أن عمليات تسرب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب نورد ستريم هي نتيجة فعل تخريبي وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة في أوروبا هو غير مقبول وسيؤدي إلى أقوى رد ممكن موسيقى 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 اقتصاديا ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة ثمانية من مئة بالمئة في أغسطس الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والتعليم وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ارتفاع أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة أربعة فاصل خمسة عشر بالمئة في شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي في حين تباطأ نمو التضخم السنوي بالبلاد للشهر الرابع على التوالي في أغسطس توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي في العام الحالي بسبب التبطأ في الصين فاقم قاتما للنمو الاقتصادي في منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي توقعها البنك الدولي مشيرا إلى أن النمو سيضعف بشكل حاد خلال العام الحالي ليصل إلى 3.2% انخفاضا من توقعاته البالغة 5% في أبريل الماضي البنك الدولي أرجع ضعف التوقعات بشكل أساسي إلى التباطئ الحاد في الصين الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات وهو بالفعل ما أكدته وزارة التجارة الصينية في الوقت نفسه توقع البنك الدولي أن تشهد الصين التي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي والتي تضم 23 دولة نمواً بنسبة 2.8% هذا العام في حين كان قد نمى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.1% في عام 2021 وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات وهناك خطر آخر يهدد أفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد حيث أوضح البنك الدولي أنها تسببت في تضفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات اقترح صندوق النقد الدولي عدة إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية تستهدف المساعدة في خفض تضخم أسعار المواد الغذائية المتصاعد في ناجيريا وغانا ودول أخرى في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وذكر الصندوق أن أسعار المواد الغذائية تميل إلى الارتفاع في البلدان ذات الإدارة المالية الأضعف والدين العام المرتفع موضحا أن الدول التي لديها أطر أقوى للسياسة النقدية تكون أفضل في كبح جماح ضغوط تضخم أسعار الغذاء وبالتالي تكون أفضل في السيطرة على التضخم الكلية دفعت الأسواق المالية المتوترة الدولار إلى أعلى مستوى في عقدين حيث أدت زيادة أسعار الفائدة حول العالمية إلى تزايد المخاوف من الرقود بينما سجل الجنيه الاسترليني هبوطا أكبر بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية وحقق الدولار ما كسب على نطاق واسع فقد انخفض اليورو بنسبة 43% إلى 95 سنة كما هبطا الاسترليني الذي يتعرض للكثير من الضغوط بنسبة 7 من 10% إلى دولارا و7 سنتات كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس بشكل خاص لتقلبات معلويات المستثمرين بنسبة 1% أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصدها 31 طائرة وأربع سفن حربية صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة كما أوضحت الدفاع التايوانية أن 10 طائرات صينية عبرت اليوم الخط الفاصل لمضيق تايوان نددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بما سمته إجراءات الصين المقلقة الواردة في تصريحات للبحارة الأمريكيين المتمركزين في اليابان جاء ذلك بعد أيام من تعهد واشنطن بأن القوات الأمريكية ستساعد في الدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم مضيفة أن بكين استخدمت قوتها العسكرية والاقتصادية للضغط على جيرانها وترويعهم وأنها مارست سلوكا مقلقا في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبية واستفزازات عبر مضيق تايوان بدأت شركة الطيران والمطارات والحكومة الفيدرالية الأمريكية لاستعداد لمواجهة آثار إعصار يان على البنية التحتية في مجال صناعة الطيران وقامت المطارات بالفعل بالإلغاءات والإغلاءات في أنحاء شبه جزيرة فلوريدا مع اقتراب الإعصار من الساحل الغربي لفلوريدا وعلقت بعض المطارات عملياتها منها مطار تامبا الدولي بفلوريدا الذي علق عملياته وسيعمل فقط للطوارد ووفقا لبينات موقع فلايت اير الذي يرصد حركة الطيران فقد تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة مقررة في أنحاء الولايات المتحدة أكثرها في مطارات أورلاندو ومايامي وتامبا أعلنت الوكلة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نورو الذي ضرب شمالي البلاد مؤخرا إلى عشرة قتل على الأقل وتم تسجيل حالتي وفا جديدتين نتيجة الغرق في مياه الفيضانات لترتفع حصيلة القتل إلى عشرة أشخاص وثمانية مفقودين وتسبب الإعصار في تشريد أكثر من 45 ألف شخص وألحق الضرر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأثر على نحو 3780 مزارعا وصيادا وتتعرض الفلبين لقرابة عشرين عاصفة وإعصارا سنويا وتقع في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة معارضة للانفجارات البركانية والزلازل أطلقت وزارة الصحة إحدى عشرة قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة وتنطلق القافلة يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري بعدة محافظات وتقدم القوافل جميع الخدمات الطبية والعلاقية مجانا في عدة محافظات هي القهرة والبحيرة والغربية ومطروح والمنوفية وضمياط والمنيا وأسوان وبنسويف وقنى وسهاجة أطلقت مؤسسة حيا كريمة مبادرة رجعين نتعلم لسدد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة عودة الطلاب للمدارس وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة فعالية خاصة لتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية وأوضحت مؤسسة حيا كريمة أنه يتم عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في أكثر من عشرين محافظة مشيرة إلى أنها تمكنت من توفير أكثر من خمسة وخمسين ألف خدمة تعليمية مجانية نحن النهاردة داخل كرة مركز القصاصين نقدم ضمن أربعين ألف خدمة تعليمية تقدم حياة كريمة لأبنائنا الطلبة داخل جمهورية مصر العربية النهاردة الفرحة والسعادة التي كانت موجودة على وش أبنائنا تساوي الكثير والكثير نحن لازلنا وإن شاء الله نقدم خدمات أكثر وأكثر لأبنائنا الطلبة لأن حياة كريمة هو هدفها إيد بتبني وإيد بتعلم وإيد بتبني وإيد بتساعد نحن كل هدفنا أن نحن إيد بإيد مع المواطن المصري نهاردة احنا شايفين جمع كبير جدا من الطلبة والتلاميذ في دارة العصرين التعليمية جايين فعلا فرحانين مبسوطين هياخدوا أدواتهم المدرسية وحياخدوا كتب وحياخدوا شنط دي كويس جدا برضو دي بتشجع التعليم وبتشجع الطالب وبتشجع أولئة الأمور نفسهم أن فينا تحسى بيهم وبرضو بتخلي الناس لديها شعور طيب وشعور يجايب ناحية الدولة بتاعتها نهاردة احنا جايبين أولادنا بنساعد في العملية التعليمية وفي مساعدتهم سواء في الأدوات الدراسية أو المكتبية اللي يحتاجوها في التعليم ومجمعين كافة المدارس اللي موجودة عندنا وأصحاب الاحتياجات الخاصة في هذه المدرسة إن شاء الله استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه الموافق 28 سبتمبر 2022 رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وشدد جبالي خلال اللقاء على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من جانبه عرب فتوح عن اعتزازه بهذا اللقاء مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال الدعم الأكبر لفلسطين مؤكدا فخره بجهود الرئيس أسيس الكبيرة في مواجهة الإرهاب ومشددا على أنه لو لا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب وشد أيضا بجهود الدولة المصرية في لمي شبل البيت الفلسطيني الداخلية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية وأنه لم يتم إصدر أي قرارات بهذا الشأن وشدد المركز على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية وأوضح المركز الإعلامي أنه قد أصدر 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بتكلفة مالية بلغت مليارا وحوالي 415 مليون جنيه أكد وزير البترول أن ما حققته صناعة الغاز الطبعي في مصر من نتائج أعمال متميزة خلال العام المالي الماضي ووصولها لمعدلات غير مسبوقة لزيادة إنتاج الغاز الطبعي في تاريخ مصر يمثل حافزا كبيرا لمواصلة بزل الجهود في تعظيم مورد مصر وقدراتها من الغاز الطبعي جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبعية إيجاس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022 وأشار الوزير إلى الخطة الطموحة التي يستعد قطع البترول لتنفيذها خلال العامين الماليين القادمين أو المتمثلة في تنفيذ برنامج حفر ل31 بئر استكشافيا للبحث عن الغاز الطبعي عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا مع ممثل البنك الدولي لمناقشة آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر وخلال اللقاء أشادت الوزيرة بالدعم البناء المقدم من البنك خاصة في ملف المناخ ودعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ وأكدت وزيرة البيئة حرصها على الخروج بتقرير قطري للمناخ والتنمية في مصر يقدم نموذجا مفيدا للدول الأخرى ويعرض بمؤتمر المناخ كأحد الخطوات الهامة في مسيرة مصر نحو مواجهة أثار تغير المناخ أكد الرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الهيئة نجحت في تخطي العديد من الأزمات والتحديات العالمية والملاحية بكفاءة عالية خلال الفترة الماضية لا سيما أزمة جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن وتفشي فيروس كورونا وصولا إلى الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية جاء ذلك خلال كلمة الفريق أسامة ربيع خلال مشاركته في فعليات مؤتمر غرفة ملاحة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحادي العربي لغرف الملاحة العربية بعنوان منظومة صناعة النقل البحري العربي بين النظرية وتطبيق انتهت نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز العنوي تنفيذا لتكلفات الرئيس أسيسي رئيس المزراء يعلن عقد المؤتمر الاقتصادي في الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل ردا على استقالته مجلس النواب العراقي يجدد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي بأغلبية كبيرة موسكو تؤكد أن عمليتها في أوكرانيا متواصلة حتى سيطرة على داناتساك وكييف ترفض انزارات روسيا بعد إعلام نتيجة الاستفتاءات موسيقى وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة نشكركم على قطب المتابعة ودمتم ثانية موسيقى 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 موسيقى